بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم لو ركزت حضرتك في الفيديو دهوت وخدت بالك من البيت المحمي اللي موجود فيه الخيار اللي قدامك دهوت هتلاقي الناس دي حتى لمبات إضاءة فيه كل البيت عندك ههوت فيه لمبات وفيه إضاءة الإضاءة ديت بسموها جماعة إضاءة تكملية بسموها الإضاءة التكملية أو الصبليمينتال لايتينج أو بسموها الضوء الإصطناعي الأرتفيشي اللايت تمام المصطلحين دول هم بيستخدموهم وبيستخدموهم في فصل الشتاء بالذات لأن معروف إن كان عندنا ولا عندهم أساسا معروف إن عدد ساعات الليل أطول من عدد ساعات النهار ده بالإضافة إلى البرودة أساسا معروف إن الشتاء عندنا برضو وعندهم برضو زمهرير يعني وكمان الأيام ما بتبقاش كلها في الشتاء فيها سطوع كامل للشمس أكيد فيه غيوم وخصوصا في المدن الساحلية في كافة الدول العربية وعلى رأسها شمال مصر اللي هي اسكندرية أو الوجه بحري اسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ كل المدن الساحلية بتلاقي فيها في الثلاث أشهر أو الأربع أشهر لما بيبقوا شتاء دول تمام بتلاقي فيها الإضاءة ضعيفة جدا والشمس محجوبة معظم الأيام نتيجة إن الغيوم عالية أو الغيوم كتيرة بالإضافة إلى إنش الليل نفسه أساسا طويل فبالتالي النبات بيتعرض لفترة كبيرة جدا من الظلام النبات محتاج شدة إضاءة معينة مش شدة إضاءة كمان وبس لا ده محتاج لعدد ساعات من الإضاءة عدد ساعات كتيرة من الإضاءة لا تقل عن 8 ساعات يعني عشان يبقى النبات كويس طيب الجماعة دول لما حطوا الضوء الاصطناعي ده يا جماعة أو الارتفيشيال لايت دي قالك إنه بيزود الإنتاج من 20% لـ 25% وقد يصل لأكتر من كده بالنسبة لنبات الخيار طيب الزيادة دي جاية منين؟ جاية لإن النبات أساسا معروف إن عملية البناء الضوئي هي أساس نمو أي نبات وإنه بوفر إضاءة الإضاءة ده هي بتخلي النبات اللي هو المصنع أساسا اللي هي عملية البناء الضوئي مبلاش نتعمق فيها إحنا ناس مزرعي ما يخصناش بقى المعادلة الكيميائية اللي إحنا اتعبنا منها يعني من كتر الإوالة فالمهم البناء الضوئي ده هو أنت بالآخر بتشوف لو عندك نبات فول بيطلع أو نبات بسلة أو نبات فصولية بيطلع من الأول أي نبات بيطلع تلاقيه أبيض مجرد ما يطلع بتلاقيه أبيض مجرد ما بيشوف إضاءة الشمس بتلاقيه ابتدى المصنع يشتغل ويقلب على اللون الأخضر اللي إحنا مسموها صبغة الكرولفيل تمام؟ طيب اللون الأخضر ده هوت يعني إيه؟ يعني المصنع ابتدى يشتغل كذلك النبات ده هوت الإضاءة طول ما هي ضعيفة هتلاقي الإنتاج بتاعه ضعيف هتلاقي الفترة بين الجمعات بتاعة الخيار مثلا ممكن أجمع كل أربعة أيام وممكن أجمع كل أسبوع كمان تمام؟ طالما فيه برد وفيه إضاءة قليلة تمام؟ طيب لو فيه بقى فيه إضاءة تكملية عندي أو عندي مثلا ما بلاقيش مشكلة في الخيار بالنسبة للصيف ليه؟ لأن عدد ساعات النهار طويلة بالعكس ده إحنا بنلاقي شدة الإضاءة أساسا بتعمل لها إجهاد على النبات نفسه وبتلاقي فيه مشاكل كتيرة وعلى رأسها العناكب والكلام اللي إحنا بنشوفه ده تمام؟ ومعظم الحشرات بتنشط فيه الوقت ده تمام؟ طيب يعني هو بالرجل ده بيتكلم على أنه هم بيستخدموا لمبات اللي هي بسموها اللمبات الضغط الصوديام دية الـ HBS دي تمام؟ واللي إنت شفت صورتها موجودة وفيه اللمبات العادية اللي هي الليد تمام؟ فيه جماعة فيهم بقيدوا لمبة الـ HBS أو اللي إنت شفتها دية اللي إنت لو إنت قاعد في صوان فرح أو عزة بتلاقيها ما شاء الله لما النموش على دماغك كده تمام؟ وتلاقيها قد كده وتبعس حرارة دول مبسوطين أو من اللمبة دية وبقولك أن الدوق بتاعها عميق الدوق بتاعها عميق لما بتكون في سقف البيت بيدخل الإضاءة بتاعتها بتوصل للتربة أو بتأثر جامد فيه النبات مع أن هي بتدي كمان شوية حرارة اللمبة اللي إدي بقا هم بقولوا لا ما بتديش حرارة والإضاءة بتاعتها بتبقى سطحية فوق البيت الشعب بتاعهم ما بيوصلش لسطح التربة أي أن كان ياريت لو عندي أنا بيت أقدر أحط له بقا إيه شوية آآ لمبات يعني لو عندي بيت 69 في 60 مثلا ياريت كل عشرة متر كده أحط تلات لمبات يعني كل عشرة متر أحط لمبة آآ اتش بي اس ولمبة آآ اللمبة التانية اللي هي الليد دي لمبة واحدة من دول وواحدة من دول تمام؟ ونبقى يعني قطعنا الشك باليقين ولا زعلنا الجماعة اللي عندهم الرأي ده ولا زعلنا الجماعة اللي هما عندهم الرأي ده تمام؟ وبنبدأ نحط الإضاءة دهية جماعة ونلاحظ يعني مش هنخسر حاجة نعمل في بيت الأول يعني أنتا مش مصدق كلام مش مشكلة نعمل في بيت الأول ونشوف البيت التاني تمام؟ نلاحظ تمام؟ هل فعلا الحاجات دي طبعا مكلفة تمام؟ مكلفة في سعرها في الأول وكمان مكلفة بالنسبة للإستهلاك الكهرباء ولكن اللمبات دي بالذات هم حطينها ليه يعني من ميزاتها أن هي مش مكلفة جامد بالنسبة للإستهلاك الكهرباء مثلا تمام؟ أو الطاقة فبنحط 3 من دول و3 من دول كل 10 متر بحطه واحدة بحيث أن هي تديني 5 متر كده و5 متر كده تكون مغطية إلى 10 متر وبنشوف تجربة في نص البيت كده ومنشوف هل الإنتاج عندي هيزيد ولا لا أنا النهارة لو مثلا بجمع في الأسبوع مرتين تمام؟ لا مش هنجمع في الأسبوع مرتين كل أربع تيام مرة صعبة أجمع في الأسبوع مرتين تمام؟ طيب لو هجمع كل أربع تيام مرة يعني 3 تيام واليوم والرابع بجمع هو لو اخر لي يوم يبقى انا كده استفدت كل تلات يام او كل يومين والتالت بجمع تما دي حاجة كويسة تمام لو وفر لي كمان في الكمية نفسها في الكمية نفسها يبقى لأمور افضل تمام يعني انا بجمع كل يومين والتالت تمام طيب بجمع كان مثلا من البيت ساي 150 كيلو تمام 69 على ستين تمام طيب انا لو اه الاضاءة ده هي تقدكي 200 كيلو في في يومين ويوم يبقى انا كده لأ الموضوع يستحق يا جماعة ان انا ابزل فيه قصارى جهدي وان انا احط اللي هي الاضاءة التكملية وانا مرتاح ومعنديش اي مشكلة خالص والتجربة زي ما بيقولوا خير برها تمام فيه طبعا هم مش مختصرين القصة على الخيار وباس لا ده هم مختصرين حطين القصة كمان على الطماطم ولكن من وجهة نظري انا الشخصية كالاجب الشبراوي لا انا ما نصحكش انك تحطها في الطماطم ليه ما نصحكش انك تحطها في الطماطم لان انا كنت كنت لما التوتا ابسلوتا التجربة كانت عندي في السعودية وكنت حاطت تقريبا انت عارفين الجهاز اللي هو الصاعب بتاع النموس فطبعا لما التوتا ابسلوتا كنت بتكتر علينا في خصوصا في شهر 11 وشهر مارس وشهر نوفمبر تمام فكنا بنبدأ جماعة نحط اللي جيبنا حوالي عشرين جهاز اللي هو الجهاز الصاعق النموس الياباني ده تمام ويبتد منوصل البيت كله تمام كان في يعني طول الليل تسمح خبط تسمح خبط الزباب بيموت بكميات لا يتخيلها بشر ولكن اكتشفنا حاجة ان اللي احنا حطين فيه الصواعق البيت اللي احنا حطين فيه الصواعق ابتدى اساسا يبقى فيه الاصابة اكتر من البيوت التانية وتوصلنا لحاجة مهمة جدا وهي ان التوتا ابسلوتا اساسا رغم من الصواعق دي بتموتها الا انها بتجذب اعداد لا حصرة للعدد بتاعها بتجيبهم من بره تمام فهما بيحطوا الكلام ده هوت بالنسبة لانا انصحك تحطه للخيار تحطه للطماطب تحطه لغيره بل فيه اساسا يعني فيه اضاءة كمان انا شفت محكاه يعني للجو كده يعني هما وصلوا فيه الصين اه صديق عايز يجيب الوحدة دي ثم بينتج او البيت كله اضاءة صناعية اساسا يعني بجيب وحدة الوحدة دي بتحاكي الظروف الجوية اللي بيعيشها النبات تمام من الرطوبة بتاع الجو يعني هو اصلا مسقوف تمام الوحدة كلها مسقوفة وما فيهاش اي حاجة اساسا تتأثر بالعوامل الخارجية يعني ايه بمعنى ان الوحدة ده او البيت المحمد هوت لو جبته وركبته تمام وقفله كله بتدوا يشغلوا الحرارة درجة الحرارة وابتدوا يشغلوا الرطوبة اه اجهزة تتحكم فيها وابتدوا يشغلوا الاضاءة بتاعتهم اذا فانا لو حطت الوحدة دي بقولك لو انت حطتها في الكويت اللي درجة حرارتها ستين تمام زي ما بتحطها في آآ روسيا مثلا اللي درجة الزمهاريت بتوصل ليه التجمد مثلا او منطقة السكيمو بقولك الاتنين زي بعض ولكن اللي بيحكم هنا هي ايه هي الكهرباء هي الايه هي الطاقة الكهربية والاستهلاك العالي لاتطاقة الكهربية دي حاجة الحاجة التانية رأس مال المشروع اكيد بيبقى عالي تمام فده اللي كنت عايز اقوله لحضرتك في قصة الايه الاضاءة التكملية او الارتفيشل لايت اللي هي الضوء الصناعي او الاضاءة التكملية السابلمينتل آآ آآ لايتينج آآ دي آآ ياريت نجربها ونشوف هل فيها فعلا فايدة ولا مفيهاش فايدة بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته